رحبت مصر بوصول أول سفينة مساعدات من خلال الممر البحري إلى قطاع غزة وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن القهرة توصل بذل كافة الجهود من أجل تعزيز نفاذ المساعدات الملحة للقطاع من خلال معبر رفح وعبر الإنزال الجوي مطالب الإسرائيل بإزالة العوائق والقيود التي تضعها أمام عملية دخول المساعدات عبر المنافذ البرية ودعوتها لتشغيل باقي المعابر لإدخال المزيد من المساعدات لتجنب تفاقم الوضع الإنساني في غزة